يقول فلابد يا أخواني من تأسيس الميزان من تأسيس البنيان ولذلك لماذا لم تنتشر البدع في الصحابة والتابعين الكبار لأن عندهم قواعد يزينون بها الأمور فمن وضع الميزان يعرف الحق ويعرف الباطن بهذا تستقيم لنا بعد ذلك الأمور فإذا عرفنا هذا وبانه أصبح السؤال التقليدي مع من أذهب نقول له اعرف الحق تعرف أهله ويجب علينا يا أخواني أن نخصص من أوقاتنا وقتا أساسيا نتعرف على أصل ديننا فلا تكفي هذه المحاضرات العامة وأن نعطي فضلة الوقت لله عز وجل قد أقام الله علينا الحجة ووفر لنا الجو المناسب وهيأ الأسباب ورزقنا بطلبة العلم فما عندنا عذر نلقى الله ونحن ما نعرف الطريق الآن الإنسان إذا أراد أن يترقى في وظيفته وقالوا نرسلك إلى بلاد الخارج تراه يترك زوجته وأولاده مقابل درجة أما يستطيع أن يأخذ إجازة لتفرق لقراءة الأصول الثلاثة وغيرها من شيء على شيخ يتعلم فيه أصل دينه حتى على الأقل لا يضرد من الحوض شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أما تساوي عندنا إجازة شهر لطلب العلم فيها